نحن بالنسبة لنا مراكش معروفة لا بالنسبة لفناديق ولا بالنسبة لها ملاب ما كانش إشكال وبالنسبة لفريق الجزائري الملعب تاع بليدا فريق بليدا حاليا يستاذي في الضيوف تاعه في الشلف لأنها راح انشانتي ومشي عيب نلعبو في عنابة ولا في تلمسان ولا في مراكش ولا في طنجة لأنه فريق وطني يلعب يعني من سعب جماهير أخرى غيرت حاول يلعب المقابلة في الدار البيضاء من أجل الضغط الجماهيري وهذا شيء من حقه من حقه في طبيعة الحال هذا شيء أمور بالنسبة لنا نحن مقابلة عادية جدا المهم كان في الجزائر وربحناها ولو يعني ما كناش يعني في أنظر المتتبعين باش نكونوا يعني لفاوري والفريق يعني أدى مقابلة بطورية وفزنا بالمقابلة في مقابلة العودة نظر نتكون كما قال الوزير الشباب الرياضة الجزائر طلعت لها بار بليو بالنسبة للاستيضافة كان يعني استيضافة يعني بشهادتكم وشهادت صحفيين وشهادت سيفوأة استيضافة لإيتالية وأكثر من ميتالية نعم قال طلعت لنا بار بليو من الصعب باش نكونوا يعني ونظننا الوسبتاليتي مارو كان ما كانش يعني شك في هذا الإطار مقابلة بين شعبين فريقين بلدين أخوين وكان ملعب كان حداش مع حداش تسعين دقيقة اللي كان نعرف كيف يصير أموره برام الضغط وبرام الأمور يعني اللي اللي تتجاوز التقنيين نظن هذا الأمور اللي قادر في الملعب هذا وحنا بالنسبة لنا يسعدنا باش نكونوا ما نخسرواش المقابلة هذه والمغرب يسعدها لحال باش تفوز وتضمن يعني بنسبة كبيرة أو التحا وهذا يعني حق مشروع هل أنك تخل في إطار مباراة عدية لكرة القدم كيف يمكن أن نتمنى لك السيادة كلمدوار كرئيس فريق شلف أنت استمر حقا ساعة ونحن نكون جد سعيد إذا ما كان الأول أن نتكلم على فريقي فريق ديالك بطبيعة الحال يتوج بالبطولة الجزائرية في أول موسم احترافي كما كان الحال أول موسم احترافي نحن نقوله بداية ولا تذبذب ولا أول موسم احترافي نكون سعيد جدا وهذا عمره مكان في الأهدف في بداية الموسم مع المدرب ولا مع المسؤولين إلى آخره نظن نكون سعيد جدا إذا ما توجد الفريق وانا سعيد جدا بوجودي ضمنكم طاقم تعمل ديالك لأول مرة لأن هذا المنبر المنبر المغرب العربي واحنا جزء لا يتجزأ من هذا المغرب الكبير وان شاء الله الرياضات هي اللي تفوز والرياضة هي اللي تخلي القلوب تتوحد وتتحاب وهذا هو الهدف التعنا الرئيسي والمقابلة الجزائر من المغرب مع النشك باللي تكون مقابلة كبيرة يعني من كل النواحي هذا مع النشك فيه لا من طرف الجماهر التعنا ولا الجماهر المغربة ولا الجزائرين ولا المسؤولين وكما قلت نعاودها في الميدان اللي كان أحسن نفوز والرياضة هي اللي فائزة بطبيعة الحال إذن كاللي ميئور غاني يمغيترين ندكر للمشاهدين الكرام أنا الأسبوع القادم يوم الأثنين نوما دفوز حلقة خاصة من زريخ في لقاء خاص مع رئيس للتحاد الدولي لكورة القادم وكورة القادمة وكورة القادمة لفا جوزيزيز بلاتر يمكنكم أن يتشاركوا معنا من خلال إرسال أسئلة ديالكم ملاحظة ديالكم أسئلة جوزير بلاتر عبر البريد الإلكتروني للبرنامج الماتشات ميديان تيفي بون كوم آخر كلمة خالد وفؤاد خالد حول مباراة المغرب للجزائر أقل من شهر أقول أنها مباراة صعبة وأن المسؤولية المنتخب المغرب أصبحت أصعب من مباراة عنها بلأنه هو تحت الضغط وهو الذي سيحتاج إلى فوز حين التعادل قد يكفي الجزائر لأن نذكر الناس بأن أنظمة الكاف في حالة انتهاء التصفيات ومنتخبا في مركز واحد يتم اللجوء إلى النسبة الخاصة أي نتيجة المباراة بالنسبة لي أن أشكر السيد كريم بدوار أنه تواجد معنا اليوم وكنت منه أننا نصدفه في الحلقة القادمة ولقى بالبطولة في الجيب إذن ذلك ما نتمنى أريد أن أذكركم كذلك